السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة 7 مينوت كيفما تشوفوا هذا المناظر اللي وردتكم تبدو حقيقية ولا هي حقيقية كيفما تشوفوا هي تبدو حقيقية ولكن هي تشوفوا هذا المجال ولا خطير بزاق لأنه اوبن ايث صورة ولا تحاكي ابداعات الفنانين ومصممين وصناع الأفلام تبدو من الوهلة الأولى أن هذا المناظر حقيقية بحال هذا المقطع هذا كنش حال هذا وتنتمنى نصعه بحاله يكون حقيقية ولكن جاني سعيد دبا ما كاملاش دقيقة هنتعطى حصل على المشهد اللي بغيتي السلام عليكم ومرحبا بكم شبه عليكم هاد التطبيق اللي هو جيد جيد متطور اوبن اي صورة هاد اوبن اي صورة قادر في جملة تعطيه جملة من خيال جيالك تكون سواء تكونها واقعية او كارتونية فغاتي خرج لك فيديو ستين ثانية يعني دقيقة بجودة جد 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 عالية سوف ينتهى منشئ المحتوى السناعة الافلام انا غادي تقول لي سوف ينتهى المنتج ومخرج وكل شي سوف يفضل دقيقة سوف يفضل فيديو بسودة عالية يعني ما تحتاج ديل الفلوغات ما تحتاج الدرون ما تحتاج الفلوس ما تحتاج باسبور بس سوف يفضل فيديو ومصارف كثيرة بس سوف يفضل فيديو سوف يفضل في دقيقة وانت في بلاستك او في النمو سيديال او في الكرسي ديال سوف يفضل فيديو بوحد احترافية عالية هاد الفيديو بالدرون ماشي بالدرون الصراحة هو غير حقيقي من تصور الدكاء الصناعي ولكن هرا منطقة حقيقية بحال هاد الفيديو يبدو انه من تصور مصور احترافي لكنه بالدكاء الصناعي شوفوا الجودة عالية مكنش الاخطاعت يبدو حقيقي حتى ان الناس اللي تديرو فلوغات ويوميات ديلهم فاسبال لكم في هاد الفيديو يعني انتو ما تقدروا تصور بوحد محتوى خيالي من صنج عقل ديالكم يعني هاد الشيء رغلا خطير من صنج خيال ديالك ممكن تصور فيديو مذهل بحال هذا حالي تكلمت عليه السناعات الافلام كارتونية بحال هاد الشكل بزودة عالية وستقدر تصورها فقط تكتب زوملة ووضعتك النتيجة راح تلاذرة ما يمكن هادي تقول راح يرباء حقيقية ولا البوية ولكن راح من انتهاء صورة اوبناي صورة هاد الشيء غادي ساعد انكم تصابو مقاطع فيديو جد رائعة مشاهدكم ما تشوفوها حقيقية لا غبارة عليها شوفوا الفروة العمينة التلج كل شي بحال حقيقي شوفوا الجملة اللي غادي تكتب مجموعة من جراء المسترد الذهبي تلعبوا في التلج رؤسهم تخرجوا من التلج مغطات بالداخل طاب غادي اعطيك فيديو بهذا الجملة لا يوقع لان يصدق هاد الشيء خطأ اذا شنو اللي فهمناه هو انه اللي بغاي يصابو الصورة احترافية رسالة ضرف دقيقة يعني غادي تكون تنفسيه وكما حدرناه على السيو ودكش اللي قلنا في اليوتيوب غادي تطور الوقت تطور يعني ما عرفناش هاد شيفين غادي غادي غير هو ما تبقاش ناسين نودو بحثو قلبو شوفو واشهد الدكاء الصناعي غادي يمشي معا نوع المحتوى ديالكم ضروري تخدمو على المحتوى ديالكم وتخدمو على الصورة وتخدمو على الجديد ما تبقاش على ذاك الشي اللي مولفين ذاك الرطي اللي كنتو فيه راه ما بقاش نخلعكم بالعك خسو زيدي حفزكم بس دوروا مقدمة تكون واعرة احترافية ولا دوروا شي حاجة بنخيل ميدياكم وطلع ميدارات نعطيكم انتي لو عمتاني في فيديوهات اللي صراحة راها ما يمكنش انت متقدر تصوف بحالها خسو تكون انجينيو في الانفرماتيك ولا شي حاجة وفي المونتاز ومعتاش نو الدبلومات سوف تقولي بدون خبرة سوف تصوف فيديو اللي خيالي خيالي شوفوا بعد قليل فيديو من خيال العلمي من خيال جيالك انت ما شو حتى خيال العلمي نيويورك مغمورة مثل اطلانتس تصبح الأسماك والحيتان والسلاح في البحرية وأسماك القرض في شوارع نيويورك شوفوا هذا الروبوت الصعوب هذا هذا كشد يالخيال العلمي صعفه هيا اصبح مواصف موسيقى موسيقى أفلام ما يقدروس يصابو فيديو بحال هذا بهذا الجودة وبهذا السرعة السرعة الخيالية وما راه جلسة سفينتين فوق القهوة الفيديوهات اللي تديروا على الافكار شوفوا الافكار راه هدو فقط بالورق وكما تشوفوا هذا عالم مصنوع من ورق لشكل رائع للشعاب المرجانية مليئ بالأسماء الملونة والمخلوقات البحرية هنا تشوفوا فيديوهات ثلاثية الأبعاد يعني ذا كشيرة خطيرة قلت على أفلام حالها دوتي أجبوه والوليدات والكبار كل شيء كبر وصغى هذا را مبقىش ثلاثي الأبعاد هذا را دا ولا شبح حقيقي وهذا الشيرة عفتوه هذا الممثل في الممثرة مبقىش ومن هنا لقدام ما بقىش غادي تعرفش مش كونه هو اللي حقيقي وش كونه هو اللي مزيئ يعني درجة أنه ممكن دين نفس الممثل أو نفس شخصية أنت شخصك وترضو على شكل شابه ديالك وما عفتوش هاد الأخبار ولكن مودي مثلا دي الأخبار هادك خبر حقيق ولا لا هنا غادي ساعد على التزوير غادي يكون واحد يقدر يدير صورة مزوارة الباسبور بزاف الحواج كين لها قدمة كين منافع را غا يكونوا ما خاطئ واش غادي يكون حقوق الطبع بالنسبة لما الواحد مزوار درتي وصاب تيجي واحد يصاب بحال ونسخة طبقا أصل يعني أشغل نقول لكم هاد شيرة والتي خلا غروة أردوا البال أردوا البال بالنسبة لي عندهم أوليداتهم ولا اللي تسمعون في هذا الفيديو دايرين هاد شديل المزال تصويرها كراخسهم قلبوا على شحر فخرة لأن صناعة المحتوى رأي بلها دا بصافي ما عفنوا في يوتيوب غايب قولا لا لأن صافي ولا مهم يعني المتنظم الواحد اللي تيكون متمكين وعنده ما يقول وعنده محتوى زوين ما غاديش يخاف على رأسه ولكن خص يكون دماج دي هاد وطموح وبحث بس توصندك في اللي بغي سي فخاص تواكبه العسرة ما بقي ناستن قول صناب شفدك شو لبها الجلدر الصغر رأي بلها دا كفي تطور بلها خاطئ يعني بحال أنا ما فيه ما يخرج ما هاد قد نسعب فيديو وعرب احترافية غايب اوبين آي سورة ورأي بقت يطورو فيه وهي صنعة أمريكا أمريكية جهودية صيروا بحتواليا وغادي تكتفوها إذن من هنا قدام رأي غاديو العالم غايتبضل كي ما وفاش وقع لنا فترة ألفين واسعة حتى ألفين وواحد وعشرين عفتو هذيك الفترة لحاضر الصحي كتب الثلاث الوقت وما تصدقناه إحنا اللي عشنا في هذه الفترة ما باقي ما تنقولوا إحنا دوزنا ذاك شي دوكل مراحل الاجراء أتصاري موذك شي رأي الوقت غادر هاد تيجاه يعني غادر بوحد واسرة صعيبة صورة غا الفيديوهات ولوتيبين البشر حقيقية يعني سوف تقولوا ما شكدوا ونعطيكم اكزامبل مثال حي هتشوفه لقطة ديالها دسي كما تشوفوا البسرة ديالها يعني دكسي حقيقي حتى منتزا عدية لوجه ديالها كل فيتيبا راه بالصح هادي إذا حققتوا أفعينها هادي تبلكم جمع الفناء جمع الفناء بمدينة موراكس وهي تتبلكم عين حقيقية ولكن شوفوا الجملة غادي صدمكم لقطة قريبة للغاية لعين امرأة تبلغوا من العمر 24 عاما تغمضوا وقفة في موراكس أثناء الساعة السحرية لفيلم سينمائي تم تصويره بمقى 70 مليمتر عمق المجال ألوان زاهية سينمائي أغطاك هاد الشكل اللي هو خطير وكيفما تشوفوا ها هو اللوغو جال أوبيناي ها هو أوبيناي سورة ماشي سورة سورة هذا هو مقطع تيبان حقيقي كيفما تشوفوا هذا كذلك مقطع حقيقي ولكن بدك أصنعي وهذا المشاد سلام عاي شوفوا التفاصيل اللي ربطتوا البان ولقربتوا بزاف شوفوا الشعر شوفوا التزاعيز شوفوا ما في رسم تيبان أنه واقعي بالصح ولكن من إنتاج أوبيناي شتوه ها هو ها هو التفاصيل ما زال عادي يبلكم من أي كاس جالي ولكن نرى التفاصيل خطير هذا هو النموذج للدكاء الصناعي لإنشاء فيديو من النص مشاهد واقعية صورة وهو تيخدم بواحد برنامج لوسمته دل عادي نوريكم تتبدأ تكتبليه وتيعطيك تتعطيه النص وعي الله باقي تتطورو فيه تدير تشجيل الدخول واحد القديم يقول لكم مهمة وهو ضروري يكون عندك كونكسون مزيانة وفي بزاف نوع مشي غير نحاك في مدرب الكتابة مصمم مرئي مستخرج النص مستصر الدعم الفني مساعد الترميز وكذلك مساعد المستندات متصفح الانترنت إذن إخواني أخواتي هذه فرصة ذهبية بالنسبة لتبغي يصب ملخصات المسلسالات رسوم كارتونية وربما حتى قنوات تعليمية ويصب بثلاثية الأبعاد وغضيت هنا ومن هاد كوبيراوت الحقوق الطبع والناشر اللي هي يوتيوب تصار موسد تتبز أغلاق قنوات بزاف بسبب حقوق الطبع والناشر وبزاف محتوى معاستخدام يعني غدي توليس بشي حاجة لدي ديالك ومن إبداء ديالك وخيال ديالك هاتش ربقية تتطور وباقي يلا تي حاولوا فيه وتي يزيدوا خدموا عليك مدروا الصاتف الزب التير هاد بولتي يجولك على أسئلة كتير كان في اللول يلا بسوية في مرحلة الأولى ودبرها بلاجي الآخر جديد يعني هاتش والتي تصرع بوحد واترة كبيرة يعني استنتوا مخص تكونوا فايقين وواعيين بالعصر اللي دخلين عليه اللي هو عصر جيد جيد متطور في مجال التقنوزية وما تنسو دعمونا بلايك واستراك وتفعيل الزرس ليصلكم الجديد